خش بقى على التصريحات اللي احنا سمعناها بعد المباراة انا فيه تصريح معلش انا ان الكابتن جمال عبد الحميد وده كابتني وكابتن مصر في كاس العالم كابتن جمال حميد عضو مجلس ادارة الزمالك في قناة نادي الزمالك كابتن جمال قال حديث تاريخي تاريخي هو قال كلام منطقي جدا من وجهة نظره لما انتقد الحكم الاسباني اللي ادار المباراة مباراة الزمالك اللي فات كابتن جمال قال ايه قال بالنص كده لو كان الحكم حكم مصري كنا كسبنا ثلاثة او اربعة في مباراة القمة طيب انا مش هقلق على التصريح ده لكن ايه رأيكم في التصريح ده هل معنى التصريح ده ان الحكام المصريين ضد النادي الآلي في مباراة القمة ولا الحكام المصريين مع الزمالك على حساب الاندي الأخرى ولا ليه معنى تاني انا مش هقلق ولا في معنى ان الحكام المصريين هم الاحسن ولا معنى ان الحكام المصريين مستواهم افضل من الطاقم الاسباني اللي صراحة الماتش اللي فات ما شعرناش بوجوده في الملعب ابدا حتى الراجل ادى درس بانتقاد الكابتن جماعة الحميد وقال تصريحه اللي انا بقى اعتبره تاريخي تاريخي لان ما لوش غير معنى واحد بس ان المنافس احيانا بيكسب بمساعدة الحكام المصريين حكام الاجانب ما عندهمش السياسات اللي عندنا سياسة الاحتواء والطبطب لا ما عندهمش كده هم هم عندهم واحد زاد واحد يسوي اتنين ليك حق هتاخده الفرقة اللي قدامت ليه حق هتاخده ولكن كابتن جمال كان يتمنى ان المباراته قام بحكام مصريين طب عرفته ليه النادي الاهلي بيتمسك بالحكام الاجانب حتى لو النادي الاهلي مش حالته او حتى لو النادي الاهلي مش كويس او مش الافضل فنيا لكن هو بيتمسك بحقه هو عايز حقه بس والفريق المنافس ياخد حقه برضو احنا عايزين حقنا والمنافس ياخد حقه هو ده بس اللي أنا عايزه في النادي الاهلي او هو ده اللي عايزه النادي الاهلي إنما حنرجع بقى للسياسة الاحتواء والخفم الأندية والطبطبة وروح الفار وروح مش عارف مين لا طيب هل ملف التحكيم ويف عند التصريح ده لا ده احنا فجئنا بقى بالكابتن عصام عفتاح رئيس اللجنة الحكام المصري الكابتن عصام طاح بقى في الجميع كابتن عصام قال أنا خبير أيو أنا خبير وخبير أجنبي كمان عشان أنا بدي محاضرات بر ماشي يا كابتن علاني وعلى رأس طيب ها كابتن عصام لما حضرتك خبير والخبير بيطور هو فين التطوير في التحكيم المصري من ساعة حضرك ما مسكت رئيس اللجنة حتى الآن احنا بنتكلم على سنة تقريبا احنا كابتن مش شايفين أي تطوير والدليل الأرقام اللي احنا بنشوفها لحكامنا المصريين والدليل مستويات حكامنا المصريين والدليل أنت في كاس العالم يا كابتن فيش حكام مصري راح في الملعب هو حضرك يا كابتن واخد نظام خدوهم بالصوت عشان تخوفنا لا كلام غير منطقة يا كابتن عصام وحالك ما قلتش بقى أن أنا خبير ووسكت لا ده عضوك كمان انتقضت الحكام الأزباني اللي قدروا مباراة الله يوز مالك اليوم الحد اللي فال رغم إيه أن الكابتن عصام هو اللي جابه طب هل يا كابتن عصام احنا عايزين نعرف انتقضتهم ليه وازاي طب يعني المفروض في متشاة الأهلي والزمالك نجيب حكام مصريين تاني بعد الأداء الرائع اللي احنا شفناه من الحكام الأزبان هو ده الصح من وجه نظرك طب لما نقلل الأخطاء شوية عند الحكام المصريين لما اتطور الأداء لما اتطور الاحتواء لما اتطور الشغل اللي على الفار ماشي مش هقول فيه حاجات متعمدة أو مقصودة لا أنا بقول نصحح الأخطاء نصحح الأخطاء اللي زادت عن الحد وهي في اتجاه واحد بس مش مقصودة برضو خليني معاكم الحد الآخر مش مقصودة لكن في اتجاه واحد بس